بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا ومحمد وعلى آله وأصحابه ومن احتدى بهداه وعمل بالسنة لوم الدين وبعد فيقول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون بعد أن أبطل الله تبارك وتعالى مقالات المشركين في شركهم وضرب الأمثال في كل ذلك وأمر رسوله صلوات الله والسلام عليه أن يعلن دينه قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه بعد هذا عند ذلك أخبرهم الله تبارك وتعالى بهذه الحقيقة وأوقفهم بما سيكون عليه الأمر بين ذي يوم القيامة سبحانه وتعالى فقال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون الخطاب للنبي صلوات الله والسلام عليه وفي مقابله المشركين فالنبي دعوته أنه دعا إلى الله تبارك وتعالى دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادة وحده لا شريك لا وهم قد دعوا إلى ما دعوا إليه من الشرك والكفر والنهاية أن الجميع سيموت وسيكون الحكم بين يدي الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ثم إنكم الرسول والأمة وكذلك كل الرسل وأممهم كلهم سيفصل الله تبارك وتعالى بين الرسل وبين أقوامهم يوم القيامة فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون الرسول الرسل سيسلم الأمر لله تبارك وتعالى عندما يقول الله تبارك وتعالى يوم يقول الله للرسل ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب فيبدأ سؤال الله تبارك وتعالى هل جاءكم يقول لقوم نوح لجاءكم نوح فينكرون ويقولوا ما جاءنا من نذير وكذلك كل أمة من الأمم ينكرون يظننا أن الإنكار نافعهم ثم يقوم الأشهاد تشهد عليهم ألسنة أيديهم تشهد أرجلهم تشهد ملائكة الله تبارك وتعالى ويسقط في أيديهم ثم يعترفوا بعد ذلك بما كانوا عليه من الشرك والكفر بين الله تبارك وتعالى الحكومة عنده بعد ذلك قال جل وعلا فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثل للكافرين فمن أظلم لا أحد أظلم حتى هذا السؤال يراد به التقرير أنه هل هناك أظلم ممن يفعل هذه الأفعال كذب على الله الكذب على الله وهو أن يقول إني رسول من الله تبارك وتعالى وليس برسول أو يقول إن الله أمركم بكذا ينهاكم عن كذا فلك أن الكذب على الله أعظم الذنوب وأكبرها وجاء هنا تفضيعه بقول فمن أظلم ممن كذب على الله ليكون سؤال يراد به التقرير ليقال لا أظلم ليس هناك ظلم أكبر من هذا وكذلك وكذب بالصدق إذ جاء الذي يأتيه الصدق إذ جاءه وجاءه من 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 الله تبارك وتعالى يأتيه الصدق ويعلم أنه صدق ثم يكذبه يقول ليس هذا بصدق وليس هذا بحقيقة ويرده لا أحد أظلم منه فلا أحد أظلم من هذا أو هذا وبالتالي الذي قد ارتكب أشنع الظلم أكبره إذن فلينتظر عقوبة الرب تبارك وتعالى التي تناسب وتكافئ هذا الإجراء فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه قال جل وعلا أليس في جهنم مثول الكافرين سؤال كذلك يراد به التقرير أليس في جهنم مثوى مكان ثوى بقاء واخبر الله أنه بقاء لا نهاية له للكافرين فالذي كذب على الله كافر والذي رد ما جاءه من الله تبارك وتعالى رد الصدق الذي جاءه من الله تبارك وتعالى كافر أليس في جهنم مثوى للكافرين بلا جهنم هي مثوى الكافرين وهي مقاب الكافرين فهذا في حال يعني الظلم والكفر في حال الإيمان قال جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذي جاء بالصدق الذي جاء بالصدق من ربه وصدق به صدق به أولا كان مصدق بما جاءه من الصدق وكذلك من أتاه هذا الصدق من الله تبارك وتعالى فصدق به أولئك هم المتقون أولئك بالإشارة لهم هم المتقون الذين جعلوا وقايا وحمايا لهم من عذاب الله تبارك وتعالى هم الخائفون من الله تبارك وتعالى الراجعون إليه جل وعلا على ما ينطبق هذا بالنسبة للرسول والكفار النبي هو الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالصدق وصدق به كان يقول أشهد أني رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله فقد جاء بالصدق من ربه تبارك وتعالى وصدق به والمؤمنون الذين آمنوا بالرسول صلى الله وسلم عليه قد آمنوا بالصدق علموا أن هذا الصدق من الله تبارك وتعالى وآمنوا به أما الكفار هؤلاء فإنهم كذبوا بالصدق إذ جاءه فمن أظلم ممن افترى على الله ممن كذب على الله وهذا حال الكفار فإنهم كذبوا على الله فقالوا والملائكة بنات الله والله له ولد وهذه الأصنام تقربنا إلى الله زلفة وسائر ما افتروا على الله تبارك وتعالى وافتروا عليه في التحليل والتحريم فإنهم كل دينهم الذي اتخذوه وكانوا ينسبونه إلى الله تبارك وتعالى فإذن هم كذبوا على الله وكذلك كذبوا بالصدق لما جاءهم جاءهم الصدق من الله تبارك وتعالى وأن الله هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه من هذه الأنداد والآلهة الباطلة هذه كذبوا بهذا وردوه فإذن فمن أظلوا من كذب على الله المشركون وكذب بالصدق إذ جاء فعلوا هذا ففعلوا نوعي التكذيب أنهم افتروا على الله تبارك وتعالى وأنهم كذبوا الحق الذي جاءهم من الله تبارك وتعالى وإذن فنمثواهم وأما النبي صلى الله عليه وسلم عليه فإنه جاء بالصدق وصدق به والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك المتقون فهذا الحكم عنده سبحانه وتعالى ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين ما لهؤلاء المتقين عنده جل وعلا فقال لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين لهم لهؤلاء المتقين ما يشاءون عند ربهم الذي يشاءونه ويريدونه وذلك في جنة الله تبارك وتعالى كل ما تشتهي أنفسهم فإنهم واجدوه في جنة ربهم جل وعلا عند ربهم وقول عند ربهم هذا فيه بيان أن هذا مضمون لأنه عند ربهم سبحانه وتعالى ثم أنه عظيم لأنه من ربهم العظيم سبحانه وتعالى ثم أنه محبوبون ومكرمون في هذه الجنات لأنهم عند ربهم سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ذلك هذا يعني النعيم أنهم لهم ما يشاءون عند ربهم هذا النعيم الذي لهم جزاء المحسنين جزاء في مقابل هذا عملهم الذي قاموا به وهو الإحسان لأنهم قاموا بالإحسان فجزاهم الله تبارك وتعالى قابلهم بالإحسان إحسانا من عنده سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان المحسنين الذين أدوا العمل على خير وجوهه وأحسن صوره قال جل وعلا ليكفر الله عنهم أسوأ الذي يعملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون يعني هذا جزاء الله تبارك وتعالى لهم أولا ليكفر الله عنهم أسوأ الذي يعملوا وتكفيره ستره وتغطيته فكل أعمالهم يعني السيئة التي عملوها يكفرها الله تبارك وتعالى يمحوها ويسترها سبحانه وتعالى فلا يفضحهم بها ولا يعني يعاقبهم عليها ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ويعطيهم أجرهم بالأعمال الحسنة التي كانوا يعملونه كل عمل الحسن كانوا يعملونه فإن الله تبارك وتعالى يعطيهم أجرهم عليه ولو كان مثقال ذرة من الخير كلمة من كلمات الخير لا يحجب الله تبارك وتعالى يعني أجرها عنهم إن الله لا يظل مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيم ثم قال جل وعلا تقل الحديث هنا إلى قضية أخرى من قضية الكفار وهي أنهم ظنوا أن الله تبارك وتعالى يخلي رسوله ولا ينصره ولا يكون معه سبحانه وتعالى وأن الرسول قد يصيبه من شدة الكفار وبأسهم ومكرهم به وآلهتهم الباطلة فقال جل وعلا أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد أليس الله بكاف عبده سؤال يراد به كذلك التقرير أليس الله سبحانه وتعالى بكاف عبده يعني يكفيه كل ما أهمه وكل ما يضره وهو عبده لأنه عبده فعبده المختار الذي اختاره الله تبارك وتعالى واختار هذا العبد طريق الرب تبارك وتعالى كيف لا يكفيه وهو الإله الذي لا إله إلا هو هو رب العالمين سبحانه وتعالى هو مالك الملك الله هو رب العالمين مالك الملك من بيده التصريف كله والأمر كله سبحانه وتعالى ألا يستطيع الرب تبارك وتعالى أن يكفي عبده ما أهمه وما أشغله وما يضره وأن يحميه من كل سوء أليس الله بكاف عبده بكافيه عن كل أحد لا يحتاج مع الله تبارك وتعالى إلى غيره سبحانه وتعالى فهو الحسب وهو الكافي جل وعلا أليس الله بكاف عبده قال جل وعلا ويخوفونك بالذين من دونه ويخوفونك يخوفون النبي بالذين من دونه بالذين من دونه من دون الله تبارك وتعالى من آلهاتهم الباطلة أن تضره من كبرائهم وعظمائهم من شرور البشر مهما كانوا وهؤلاء كلهم دون الله تبارك وتعالى فهم في قبضته وتحت أمره ومشيئته ما من دابة إلا هو آخذ من عصيتها سبحانه وتعالى فكيف يخوف ولي الله تبارك وتعالى ومن هو في كفاية الرب تبارك وتعالى وفي حسبه يخوف بمخلوق من المخلوقات التي هي في قهر الله تبارك وتعالى وتحت تصرفه سبحانه وتعالى أو بهذه الآلهة الباطلة التي لا تنفع نفسها ولا تستطيع تضر عن نفسها فضلا عن أن تضر غيرها وأن تنفع غيرها أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه من آلهتهم الباطلة ومما يظنونه أن له ممكن أن يضر النبي صلى الله عليه وسلم أو يضر دينه قال جل وعلا ومن يضل الله فما له منها هذا أعظم ضلال هذا أعظم ضلال أن يضل الإنسان عن الرب الإله الله سبحانه وتعالى الذي بيده الملك كله فلا يخافه ولا يتخوفه ويظن أنه يخلي يعني عبده ويتمسك ويجعل القوة والضر والفعل لهذه الآلهة الباطلة التي لا تنفع ولا تضر فيخوف رسول الله بهذه الآلهة الباطلة أي ضلال أكبر هذا ومن يضل لله عن الحق والهدى والنور فما له منها إذا كان الله أراد إضلال الإنسان لا يمكن أن يجد هاديا يهديه الطريق لأن الله هو الذي أضله فإذا كان الله هو الذي أضله سبحانه وتعالى فكيف تكون له يعني باب ونافذة إلى الهداية فما له من هادي أن يهديه ويرشده إلى الطريق وكذلك ومن يهدي الله فما له من مضل من يهديه الله تبارك وتعالى من يهديه الله جل وعلا فما له من مضل لا يستطيع أن يضله أحد لا إبليس ولا جنده ولا من كان ممن يملك قوى الضلال فإنه لن يضل من أراد الله هدايته فمن أراد الله تبارك وتعالى هدايته فلا يمكن أن يضله شيء وكذلك من أراد الله إضلاله فلا يمكن أن يهديه شيء ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام هذا بأن هناك بعض العقوبة وأن الأمر لا يتعدى فقط الحياة الدنيا كما ظنه الكفار لا بل الله تبارك وتعالى هو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى وكذلك هو ذو انتقام ذو انتقام صاحب انتقام يعني أنه من ارتكب الإجرام فإن الله لابد أن ينتقب منه وأن يعني يجازيه على إجرابه فهذا من صفة الرب تبارك وتعالى أنه عزيز غالب لا يغلبه أحد وبالتالي لا يفوته فائت ما في شيء يعني يفوت الرب تبارك وتعالى بل يدركه لأنه في قبضته مهما كان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي ألاء ربكما تكذبان حسب الذين اشترحوا السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون أن يسبقون يغلبون يفوتون ولا يصلهم عقوبة الرب تبارك وتعالى ساء ما يحكمون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون الجن بما فيهم من هذه القوة لكنهم محضرون للعذاب وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على بك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة فالله عزيز لا يفوته فائت ولا يغلبه غالب سبحانه وتعالى وهو ذو انتقام كل من أتاه مجرما لا بد أن يعاقبه سبحانه وتعالى أخبر بأن عقوبته هو حق فعذاب الله تبارك وتعالى بالكفار ملحق ملحق لا بد أن ينالهم عقوبة الرب تبارك وتعالى أليس الله بعزيز ذو انتقام فهو صاحب انتقام سبحانه وتعالى ممن كذب به وكفر به وعاداه وعاد رسله وأتاه مجرما يوم القيامة لم يتب من ذنبه هذا في الدنيا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا أليس الله بعزيز ذو انتقام ثم قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون هذا كذلك بيان لصورة من صور يعني ضلال المشركين ضلالهم البين الواضح وتناقضهم في عقيدتهم التناقض الصارخ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله لئن سألت هؤلاء المشركين المشرك العرب من خلق السماوات والأرض خلق إيجاد وخلق تقدير وخلق بناء على هذا نحو لا يقولن الله ويعنون بالله الله الذي في السماء سبحانه وتعالى كما خطبهم الله أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف نذير فهم يعلمون أن الله هو خالق السماوات الأرض وهو ربهم ورب العالمين سبحانه وتعالى الذي في السماء ولكن انظر يعني ضلالهم إذ أشركوا به سبحانه وتعالى وهو وهم يعلمون أنه خالق هذا الخلق كله أشركوا ما أشركوا معه من الآلهة الباطلة وظنوا أنه عاجز أن يعيد يعني هذا الخلق مرة ثانية هو يحيي الأموال من تناقضهم الصارغ فيها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أفرأيتم يعني أخبروني ما تدعون من دون الله هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله إن أرادني الله بضر هل لونك أشفات ضره لو أراد الله لو أراد الله تبارك وتعالى أن يضرني بضر من عنده هل لونك أشفات ضره هل تستطيع هذه الآلهة التي تعودونها من الأصلام والأوثار وغيرها أن تكشف عني ضر أراده الله لي أو أرادني برحمة هل لون ممسكات رحمته لو أن ربي سبحانه وتعالى الذي أنتم تشهدون بأنه خالق السماوات والأرض أرادني برحمة يعني اختار لي رحمة وأرادني أن تصل هذه الرحمة إلي هل تستطيع هذه الآلهة أن تحجب رحمة الله عني وتمنعها والحال أن الله تبارك وتعالى أراد إيصالها إلي أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته وهو سؤال وطبعا لابد إنهم إذا وضعت لهم القضية أمامهم على هذا النحو أن يقولوا لا والله ما يمكن أن يعني أن هناك موجود يستطيع أن يحول بين ضر يريده الله تبارك وتعالى بأحد من عباده فيمنع هذا الضر وكذلك إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يرحم عبدا من عباده لا يوجد في الوجود كله من يستطيع أن يحجب رحمة الله تبارك وتعالى عن هذا العبد الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يرحمه قال جل وعلا قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل لهم حسبي الله كافين الله لا أحتاجهم عن الله تبارك وتعالى إلى غيره فالله يكفيني من كل ما أهمني سبحانه وتعالى ومن كل ديت كل الأضرار التي تخوفونني بها فأنا ملتج من الله تبارك وتعالى والله حسبي الله لا بد أن يكفيني كل ضرر لا يريد الله تبارك وتعالى أن يصلني على يكفيني هذا يكفيني كل ضرر مما يظن هؤلاء الآلهة ما تظنونه من الآهة والأوثان أنها تستطيع أن توصله إليه قل حسبي الله ثم عليه أي لا على غيره يتوكل المتوكلون يسلم يعني من أراد أن يسلم أمره كله لله التوكل وتسلم الأمر لله تبارك وتعالى واليقين أن ما شاء الله تبارك وتعالى كان وما لم يشاء لم يكن وتفيد الأمر إليه سبحانه وتعالى فالله هو الذي يتوكل عليه المتوكلون يجعلوه وكيلا لهم وكيلا لهم بمعنى أنه يتولى كل شؤونهم سبحانه وتعالى وبالتالي خلاص أن الله هو متولي شؤونهم سبحانه وتعالى يعتقدون هذا فبالتالي يسلمون الأمر إليه سبحانه وتعالى لأنهم يعلمون أنه رب السماء والأرض مالك الملك كله الذي بيده يعني نفع العباد وبيده ضرهم سبحانه وتعالى وأنه لا يفوته شيء وأنه هو العليم بكل خلقه سبحانه وتعالى إذن هو الذي يستحق أن يتوكل عليه المتوكلون يعني أن أراد التوكل وتسليم أموره وتفويض أمره لأحد فليكن إلى الله تبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى هو الحسب هو الكافي هو الذي يكفي عبده سبحانه وتعالى عليه يتوكل المتوكلون والتوكل لا يكون توكل حقيقيا إلا بأن يبذل العبد الأسباب التي أمره الله تبارك وتعالى وكل عمل بحسبه فالجنة غاية ولها أسباب لا بد من أسبابها من الإيمان والعمل الصالح ثم بعد ذلك بعد أن يفعل الإنسان هذا الأسباب يتوكل الله تبارك وتعالى في أن الله تبارك وتعالى جاعل عمله الذي عمل وجهاده الذي جاهد أنها موصلة إلى هذه الغاية وكذلك في الرزق في النصر على الأعداء في التوفيق إلى أي أمر من أمور الدنيا فإن الإنسان مطلوب منه أن يبذل أسبابه الذي جعلها الله تبارك وتعالى أسباب لهذا العمل ثم بعد ذلك يسلم الأمر لله تبارك وتعالى فإن كان في باب النصر على الأعداء وهذه غاية لا بد من اتخاذ الأسباب من أخذ العدة والحيطة والحذر الاستعداد للأمر وبذل الجهد ثم بعد ذلك تسليم الأمر لله تبارك وتعالى وتسليم النتائج في أن يكون النصر حليفة هذا المتوكل فلا يكون التوكل توكلا صحيحا على الله تبارك وتعالى إلا ببذل العبد للأسباب التي أمر الله تبارك وتعالى وتسليم أمره واليقين بموعود الله تبارك وتعالى تسليم أمره لله ويقينه بموعوده عليه يتوكل المتوكلون ثم آية فصال في النهاية بعد هذه الجولة الطويلة في هذه السورة سورة الزمر سورة التوحيد خطاب فصل في الأمر قال جل وعلا قل يا قوم أعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم قل لهم يا قوم وهم قومه يعني أنه منهم النبي صلوات الله وسلامه عليه فهو عربي منهم يا قوم اعملوا على مكانتكم يعني اعملوا على ما أنتم عليه أن الشرك بالله والكفر به وصد عن سبيله وترك هذا الدين واتهامي بما تتهمونني به اعملوا على مكانتكم إني عامل أنا سأعمل على ما أنا عليه من الإيمان بالله تبارك وتعالى والدعوة إليه والهداية هداية الخلق إلى الصلاة المستقيم والثبات على هذا الأمر الذي أوحاه الله إليه وثبتني عليه أنا سأسير على هذا المسار إني عامل فسوف تعلمون لكن علاموا هذا سوف تعلمون غدا من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم من يأتيه عذاب يخزيه هذا يقلق في الدنيا ويحل عليه عذاب مقيم في الآخر ستعلمون أينا أنا أو أنتم الذي ستكون عاقبته على هذا النحو يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا من الله تبارك وتعالى ويحل عليه في الآخرة عذاب مقيم وهذا هو الكلام لقطع يعني النقاش معهم ووضعهم أمام الأمر الذي ساكم وأنه خلاص ما أصبح هناك يعني ديني غير دينكم وأنتم سيروا في الدين الذي ارتضتموه سأسير في الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لي وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدي فابقوا على ما أنتم عليه وستعلمون هنا قول الله ستعلمون من الذي تكون له العاقبة من الذي سيحل عليه العذاب في الدنيا العذاب المخزي في الدنيا ويحل عليه العذاب المقيم سمي العذاب مقيما لأنه لا يرحل عذاب سيظل قائما أبدا عليكم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وهذا تهديد عظيم تهديد عظيم وعيد لهم لو كانوا يتقون فهذا يقطع القلب والذي يقول ليعلم أن الذي يقول هذا لا شك أنه لا يقوله إلا إذا كان متأكدا مما يقوله أنه في منتهى الصدق وهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور الذي جاءه من الله تبارك وتعالى نقف هنا أستغفر الله لي ولك المكلد صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم